السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد فتر مباركة لنا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل المتمنيات إن شاء الله ونتمنى ومالله في هذه الأيام المباركة يرفع لنا الوباء والبلاء الوصفة اللي غادي نقدم لكم اليوم هي غريبة مع الكاب سميدة والكوك اللي تبغيها الكبير والصغير نبدأوا على بركة الله مع المقادير وطريقة التحضير فقط واحد عمنا ستادي البيضات من الحجم المتوسط بحرارة المطبخ نديرهم في الكسعة أو في الآنية فاشغادي الخدمة الغريبة نزيد عليهم 400 جرام ديال السكر سنيدة زائد معلقة صغيرة ديال النكهة الحامض كنجمعوا جميع المقادير بيدينا كنحاولوا أننا نحصلوا على خالات متجانس كنخدموهم حتى كينساجموا لنا العناصر باضيتهم ونحصلوا على قوام متجانس في هذا الشكل هذا كنزيد عليهم جوش كيسان ديال العنبا ديال الزيت نباتي كنخدمو الزيت باش كينساجم مع العناصر الأخرى كنخدموهم على هات الشكل هذا بعد ما كينتجملينا الزيت والعناصر الأخرى كنزيدو 500 جرام ديال الكوك من النوع الممتاز كنزيدوه دفعة واحدة وكنبقا وكنخلطوه كنجمعوهم هكا بيدينا حتى كنحصلو على عجينة كنزيدو عليها جوش مع الكبار ديال الكونفيتور جاري ديال المشماش الخاص بالحالويات كنخلطو جميع المقادير كنزيدو عليهم 500 جرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحرشة كنزيدوها بالتدريج كنزيدو واحدة الكمية كنخلطوها كنزيدو عليها جوش خمارات من فئة سبعة جرام كنبقا وكنزيدو السميدة بالتدريج حتى كنساليبو الكمية اللي عندنا للإشارة فقط كنبقا ونزيدو السميدة بالتدريج حيث كان الكوك اللي كيشرب يعني ما كانحتاجوش ديك الكيمية كاملة ديال 500 جرام يقدريش يطلينا منها شي حاجة بالنسبة لخاليط اللي درت أنا جاتني هي هديك والسر باش أنا غريبة كتجي معلكة هو دليك خاصنا ضروري ندلكوها بيدينا مزيان باش كتجينا معلكة من بعد ما دلقنا العاجين ديالنا خلينا هيرتاح عشرة دقايق نبخ دينا سكر غلاسي ومزهر ونبدأ نكور غريبة ديالي نشكل الغريبات واللحوم في السكر غلاسي نحاول انني نشكل الغريبات يكونوا في حجم واحد الحجم اللي شكلت فيه هو هاته عن شما كيف كتشوفه نحرك الإناء ديالي باش غريبة كتفن دم زيان في السكر غلاسي نعرف عندنا دهنها بالزيد نقضر غريبة ديالنا نريد دياله نقضر غلامة ديالنا نعرف خلق ما من ثقبت الفيان نقضر خلال ما بشكتنا نعمق علينا بسرطي نعمق علي بالسكر كيف تشوف على الشكل هذا يغيب أطراف الأصابع كنقضهم نسخ الفران على درجة حرارة عالية فاش نحشفه اللطة نقصله باش ما كيتحرقش سكر غلاسي واللطة ديالي نحشيها تحت العافيع باش غريبة تشقق ضروري أنني نقسم الفران ولا غادي تحرق سكر غلاسي لتحرق الغريبة نقض شوية غريبة ديالنا نحشيها في الفران كيف قلت لكم تكون تحت العافية حتى تشقق عاد نطلعها طيب من التحت النتيجة النهائية الغريبة بعد ما خرجتها من الفران هي هذه كيف تشوفه يأتي منظر راقي هي مشقة سكر غلاسي لا تحرقش تأتي نتيجة رائعة وتستحق التجربة تحرق 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 في القناة ومرحبا بكم فيديو آخر إن شاء الله تحرق